بسم الله الرحمن الرحيم حضورنا الكريم مشاهدين ومستمعين في كل مكان أسعد الله مساكم وطابة جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام نحييكم ونجدد بكم أطيب التحايا وتم الترحيب من هنا من أرضية ميدان البصير لسباغات الهجن العربية الأصيلة ضمن تحديات وانطلاغات هذا السباغ المحلي الرابع وفي المرحلة الثانية المخصصة لسن الكبار وفي هذه الليلة نحن وإياكم مع سن الثنايا وحضور شعارات أبناء الغبائل الحاضرين والمتواجدين هنا في أرضية هذا الميدان من أجل النموس والانتصار نتمنى التوفيق لجميع المشاركين لجميع الحاضرين والباحثين عن الإنجاز والنموس في هذا المساء إذن حضورنا الكريم مسافة الستة كيلومترات هي الفاصلة مع هذه الانطلاقة المميزة لحضور هذا السن سن الثنايا نبدأ وإياكم مع الأول المراكز مع المغدمة الشوط أول الأسماء أملبي من يتواجد مع شعار بن دوحة الحاضر والمتواجد مع راشد بن سالم بن علي بن دوحة أهل مري يتواجد ويقدم لنا وجود وانطلاقة أملبي 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 يلبي للنداء مع المركز الأول لكي يكون هو البطل الحاضر والمتواج بن أموس هذا الشوط الدور دور المركز الثاني ثاني المراكز معالج يتواجد مع المركز الثاني مع علي بن محمد بن سعيد آلخ داعه المري يتواجد وينطلغ مع ثاني الأسماء يتواجد مع المركز الثاني ويغير مجريات الأمور معالج بن خديعة يتواجد مع أول الأسماء يتواجد هنا في هذه الانطلاقة نشوان يتواجد مع سعيد بن سيف بن دايل الجفالي النعيمي يتواجد وينطلق مع المركز الأول بهذا الانطلاق الجميل بهذا الأداء المميز مع ثاني الأسماء دور دور المركز الرابع رابع المراكز على الغدوم والانطلاق في هذه اللحظة والتواجد برغف الوجود وانطلاقة ضبيان وهذا هو شعار الجفالي يتواجد وينطلق مع نشوان هذا هو ينطلق مع هذا الأداء الجميل أو ضبيان مبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيمي يتواجد وينطلق المركز الخامس أرى مع مراق المركز الخامس فخر حمد بن محمد بن سالم الخزينة المري يتواجد وينطلق مع خامس الأسماء أعود إلى المركز الأول بعدما أتممنا النداء الأول للخمسة المراكز الأولى الحاضرة المتواجدة في هذا الشوط الفايف ستار المتقدم الباحث عن الإنجاز الباحث عن الانتصار المركز الأول المعالج المعالج يا بن خديعة يا نايف يا بن محمد يا بن خديعة شعارك المميز الذي يحضر ويتواجد وينطلق مع المركز الأول المعالج يا ابو محمد حافظ على هذا الأداء على هذا الانطلاق المميز على هذا الحضور حضور الكبار بن خديعة مع مقدمة الشوط يقدم لنا معالج 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 ينطلق بهذا الأداء بهذا الانطلاق بهذا الحضور الكبير يا السلام علي بن محمد بن سعيد آلخ داعه المرية تواجد وينطلق مع المركز الأول ولكن المركز الثاني ضبيان ضبيون واصل وغادم لمحالة مع ثاني الأسماء ومع شعار النعيمي مع ثاني الأسماء المركز الثالث بن دوحة املبي املبي مع المركز الثالث مع ثالث الأسماء المركز الرابع الغدوم والوصول مع شعار المشروم الذي يحضر ويتواجد مع هذه النجومية المسائية الحاضرة والمتواجدة على ظهر شاهين فهد بن صالح من هادي الغفراني المري مع رابع الأسماء المشروم أحد الشعارات الحاضرة والمتواجدة والمنطلقة في هذا الشوط المركز الخامس الغدوم من حوران سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي وأول ندالي هذا الاسم ووصل كذلك وتواجد وانطلق وسام عبد المحسن بن صالح بن راشد النابت المري يتواجد وينطلق مع وسام 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 علي بن سالم بن سنيد بن محمد الدعية ولكن ولكن روحة القعدان انطلقت إلى المركز الأول لكي تكون هي نعم لكي تكون هي لها الحضور الأبرز في هذا الشوط الله انطلق الجفالي مع ضبيان ضبيان النعيمي ينطلق مع مجريات الأمور ينطلق مع المركز الأول لا زال هو البطل الحاضر والمتواجد في المركز الأول مع هذا الانطلاغ وهذا الأداء الكبير بنخدع يتواجد وينطلق مع معالج معالج ينايف مع ثاني الأسماء مع المركز الثاني يا أبو محمد حافظ على هذا الأداء على هذا الانطلاغ الكبير معالج مع المركز الثاني ودور دور المركز الثالث وصل بن دوحة مع ملبي 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 ينطلق مع ثالث الأسماء المشروم يتواجد مع المركز الرابع يقدم لنا شاهين فهد بن صالح بن هادي الغفراني المري ينطلق مع المركز الرابع المركز الخامس يتواجد هنا وينطلق وسام عبد المحسن براء بن صالح براشدان نابة المري ولكن امعالج 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 الله يا هذا الانطلاغ الله يا هذا الحضور الله يا هذا الانطلاغ مع المركز الاول والثاني برخ ديعة والجفالي يتواجدان في هذا الانطلاغ المميز والحضور الكبير 1500 متر يومتاخرين ما تبقى عن الناموس وعن الانتصار ملبي مع المركز الثالث المركز الرابع يتواجد شعار بن قمرة وهو النداء لمخلاب مرحبا بمخلاب مخلاب مع المركز الرابع وشعار بن قمرة الحاضر والمتواجد مع رابع الاسماء المركز الخامس وسام ينطلق مع شعار النابث ولكن امعالج امعالج برخ ديعة امعالج مع المركز الاول مع مقدمة الشوط الله من الجانب الايمن ضبيان ضبيان روح ضبيان الى الناموس الى الانتصار مع مقدمة الشوط الكيلومتر الاخير اي كيل المثير يا هلي قعدان روح ضبيان مع المركز الاول مع المقدمة الشوط الله يا ضبيان وصل ملبي 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 الله المركز الاول الصدارة والمقدمة لازالت الامور معك يا ضبيان ضبيان بدون اي اوامر ولا تعليمات والعصاكنها تسلم على الغارب لصيل ما تحرك لانتاصر على خط النزاع مقدمة الشوط الله اطلق لها العنان نحو المركز الاول نحو الصدارة نحو المقدمة يا سلام يا ابو راشد على هذا الانطلاق ملبي ملبي بنداحة اللحظات الاخيرة يا سلام روح ضبيان روح الى مقدمة الشوط الى مقر الانجازات الى مقر السفق الى مقدمة الشوط بنقمر بنقمر الله مخلاب 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 ينطلق مع بنقمر مع اللحظات الاخيرة قب مخلاب قب الى مقدمة الشوط الى مقدمة الشوط الى الانتصار الى الناموس بنقمر بسجلها الحافل الملي بالانجازات مخلاب 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 تهانينا والناموس واسعد المساك على هذا الفوز المستحق تهانينا لمالك بخلاب محمد بن صالح بن حمد القمر النابط على هذا الفوز المستحق وعلى هذا الانتصار المركز الثاني المركز الثاني المركز الثاني ضبيان المبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيمي أما المركز الثالث مركز الثالث ملبي لراشد بن سالم بن علي بن دوحة المرني المركز الرابع رابع المركز غصب لمسلم بن ناصر بن مسلم بن عبدالله المزروع من المركز الخامس المركز الخامس عناد لسعيد بن علي بن سعيد لبريس المري تهانينة والنموس لمالكي مخلاب من حصل على نموس هذا الشوط محمد بن صالح بن حمد القبرى النابت قاطع المسافة في توقيت زمني مقداره سعى دقائق 42 ثانية 6 أجزاء من الثانية تهانينة والنموس بن قبرى على فوز مخلاب وتحقيق الانجاز وتهانينة والنموس لجميع الفايزي